أهلا بحضراتكم من جتير زي ما كنتم أتكلم على تصريحات مؤمن زكريا لأن مبارح قال تصريحات وكان ظهور رائع جدا لنجم النادي الأهلي الكابتن مؤمن زكريا ألف مليون سلام عليه صفحة رسمية للشروع على الفيسبوك نقلت تجزء من تصريحات مؤمن زكريا واللي قال فيها أكثر الأشخاص الذين يسألون عني الخطيب والسلية وجنش وشيكبالة وكهربة وحسام عشور وعماد متعب مؤمن زكريا اتكلم على علاقته بكل اللاعبين وتكلم على أكثر الناس اللي كانوا بيسأل عنه وبالتأكيد علاقته بإدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب كانت واضحة للجميع خلال الفترة الأخيرة ألف مليون سلام عليك يا مؤمن كل ما بنشوفك بنتمنى لك يا رب أنك ترجع بسرعة ونتطمن عليك ونشوفك بسرعة خلال الفترة اللي جاية في الملاعب كمال لأنك نجم كبير جدا افتقدته الملاعب المصرية في السنوات الأخيرة لكن الجميل في ظهور مؤمن زكريا تصريحات كمان عمر السلية عمر السلية اتكلم بغض النظر عن التصريح اللي نقلته كورا إليفن وهو اتكلم فيه عن النادي الأهلي لكن عمر السلية كمان اتكلم على مؤمن زكريا قالك لما بنلعب مطشط كورا وبتيجي بعض اللقطات كده محتاجين نحسن بها بهدف أو بفرصة بنتذكر على دول مؤمن زكريا لأن مؤمن زكريا لعيب لغنى عنه لكن عمر السلية كمان قال ايه؟ اي حد بييجي واي حد بيمشي الاهلي هو اللي بيفضل رقم واحد الاهلي هو اللي بيعمل اسم اي حد تصرحات مهمة جدا كمان من عمر السلية بالامس في حضوره مع مؤمن زكريا اخر حاجة معا في ترند الاهلي يلا كورا من خلال حسابها الرسمي على تويتر المصري ينفي تماما وجود اي نية للتعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا شفتوا؟ ده اللي كنت بتكلم عليه في بداية الحلقة يطلع مسؤول يقول تصريحات غير صحيحة وبيبقى كلام في الهوى والاندية التانية بتنفي كل الكلام اللي بيتقام اخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع نستكمل بقى فقرات برنامج الترند موسيقى